تنطلق أعمال الدورتين السنويتين التشريعية والنيابية في الصين بالاجتماع الافتتاحي للدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين حضر الاجتماع رئيس صيني شي جينبينغ وقادة صينيون قدم وان يونغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تقرير أعمال العام تعد هذه الدورة السنوية الأولى للمجلس الوطني 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي تم اختياره مؤخرا وبدأ ولياته التي تستمر خمس سنوات بمستشاريه السياسي على المستوى الوطني قال كبير المستشارين السياسيين في الصين وانج يونغ أن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لعب دورا حاسما في مساعدة البلاد على مواجهة التحديات خلال السنوات الخمس الماضية متعاهدا بأن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني سيعمل على زيادة دعمه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق التشاور السياسي يجب علينا تنفيذ اللوائح المتعلقة بالعمل الاستشاري للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني حتى تتمكن الهيئة من تعزيز عملية صنع القرار العلمي والديمقراطي وصياغة الإجماع وعلينا أن نتشاور بشأن الترتيب الاستراتيجي لبناء الصين كدولة اشتراكية حديثة كما يجب علينا العمل على تعزيز آلية الهيئة لتحسين كفاءتها وتعزيز دورها في الرقابة السياسية هذا وشدد وانج يان على أهمية الوحدة والديمقراطية أيضا قائلا إن ذلك يعكس خصائص ومزايا المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني سيواصل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني العمل على الوحدة الكبرى لجميع الأحزاب وكذلك الناس من كافة القومية ومن خلال الاستشارات يمكننا تشكيل توافق في الأراء هذا هو شكل الديمقراطية الحقيقية وسيتم اختيار القيادة الجديدة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في دورة هذا العام كما سيبدأ أكثر من ألفي عضو من المجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني فترة ولايتهم لخمس سنوات ومن المتوقع أن يناقش المستشارون السياسيون مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية وأن يقدموا مقترحاتهم في المؤتمر